كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن العيون الناجية من النار في إحدى المجالس الربانية التي كان يعقدها خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع صحابته بينما هو في المسجد النبوي الشريف تحت القبة الخضراء يتحلق حوله أعداد كبيرة من صحابته المكرمين من الأنصار والمهاجرين صار يحدثهم ويعظهم ومما قال لهم كما يروي أبو هرير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أعين لا تمسها النار يوم القيامة عين بكت من خشية الله وعين حرست في سبيل الله وعين غضت عن محارم الله هذا الحديث النبوي الشريف الذي ذكره خير البرية أترى تأثيرا عميقا على صحابته حتى صاروا يبكون ولا يملكون دموعهم بل منهم من ابتلت لحيتهم بالدموع لما سمعوا هذا الحديث فيه بشارة أن من عنده هذه الصفات الثلاثة الله تعالى يحفظه من النار ويحفظه من رؤية النار يوم القيامة عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله وعين غضت عن محارم الله تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نحاول فهم هذا الحديث ونستوعبه خطوة خطوة حتى يكرمنا الله تعالى بإحدى هذه العيون إما أن تكون عيوننا ممن تبكي من خشية الله أو تكون عيوننا ممن تحرص في سبيل الله أو تكون عيوننا ممن تغض عن محارم الله العين الأولى العين المباركة العين النورانية العين الطاهرة هي العين التي بكت من خشية الله البكاء من خشية الله قيل أنه يطفئ بحورا من النيران البكاء من خشية الله يرفع من شأن صاحبه عند الله لما سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه هذا الكلام قلت يا رسول الله هذه الخطايا وهذه الفتن التي تموج وتظهر في آخر الزمان من نجات منها؟ من نجات منها؟ قال يا عقبة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وابكي على خطيئتك ففاضت عيون عقبة بالدموع وصارت تسيل على خديه حتى ابتلت لحيته البكاء من خشية الله نعمة من أكرمه الله تعالى بهذه الخاصية معنى أن قلبه فيه نور وفيه إيمان وفيه يقين فليس شيء أحب إلى الله من هذا البكاء وقد قال صلى الله عليه وسلم قطرتان قطرتان عند الله تعالى عظيمة القطرة الأولى قطرة من دموع من خشية الله وقطرة قطرة دم تهرق في سبيل الله أعظم القطرات التي يحبها الله تعالى ويعظمها ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين القطرة الأولى هي قطرة دموع من خشية الله أن الإنسان يسمع القرآن يسمع الحديث يسمع المواعب يتأمل في ملكة الله ويبكي أو يبكي على خطيئته يبكي على خطيئته يقول يا رب إني قد زلت قدمي يا رب إني وقعت في السوء فاغفر لي فدموع من خشية الله هي أحب شيء عند الله والقطرة الثانية التي يكرمها الله تعالى هي قطرة الشهيد الذي يموت في سبيل الله يدافع عن الإسلام وعن أرض الإسلام وعن قيم الإسلام فتهرق دمه في سبيل الله أعظم عند الله تعالى من كل القطرات بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن من الكرامات التي ينالها العبد المؤمن يوم القيامة أنه يكون في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله تعلمون أن يوم القيامة أيها الأحباب الكرام أن الشمس تدنو من الرقاب بمقدار شبر يوم القيامة سيشتمع الأولون والآخرون البشر يشتمعون كلهم ملاهير الملاهير الملاهير من البشر من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة كل الجنسيات كل الأديان كل الطوائف الكل يشتمع وهناك الشمس تدنو من الرقاب بمقدار شبر وما يحتاج إليه الناس في هذه اللحظات هو مجرد ظل يبحثون عن ظل يستضلون به مثل شجر ولا حجر أرض منبسطة يقف حولها الناس والعرق يتصبب من الجبين هناك من عرقه يصل إلى أخمس قدميه ومنهم من يصل إلى ركبه ومنهم من يصل إلى سرته ومنهم من يصل العرق إلى صدره ومنهم من يغمره العرق الناس يبحثون فقط على ظل هنا يظهر ظل عظيم يستفيد منه أعداد كبيرة من الخلق من بينهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من ذكر الله من خشية الله هما ذكر الحديد سبعة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله الشاهد عندنا هو هذا الأخير رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله الخلوة نعمة وبركة أيها الأحباب الكرام علينا هذه الأيام أن نختلي بأنفسنا مع الله كل واحد منا يحاسب نفسه ويحاول أن يستغفر ربه ويكرمك الله تعالى بدموع تطهر قلبك أعظم علاج من الأمراض النفسية من الاكتئاب من الخوف غسيل كامل في النفس البشرية شفاء تام إضافة إلى أجر وثواب ثم عتق من النيران هذه العين لن ترى النار أبدا يوم القيمة العين الثانية عين باتت تحرص في سبيل الله هذه عين عظيمة لما يكون حارس يحرص ممتلكات الناس أو يحرص أرواحهم أو يحرص أرضهم فهذا عنده أجر وثواب عظيم لأنه يبيت الليل يحرص والناس نيام يحرص إما ممتلكاتهم سيارات أو يحرص دور سكنية أو يحرص متاجر أو يحرص غيرها من المصالح أو يحرص أرواحهم هؤلاء الناس قد يتعرضون للأذى من طرف بعض قطاع الطرق أو بعض المجرمين أو بعض الأعداء فهو يبيت يحرص يحمل إما سلاح وإما يراقب كاميرا وإما أنه الناس نائمين وهو يبيت يحرص وثوابه عند الله عظيم أن عينه لا تمسها النار أبدا يعني بشر له بالجنة من حفظه الله من النار فماله إلى الجنة لأن الآخرة إما نر وإما جنة مدام ربك قد حفظك ونجاك من النار يعني أنت من المبشرين بالجنة ويكفي لبيان فضل هذه النعمة نعمة المبيت للحراسة في سبيل الله قول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بليلة أفضل عند الله من ليلة القدر صور حينما قاسبنا النبي هذا الكلام الصحابة اشرأبت أعناقهم قالوا هل يا رسول الله هل هناك ليلة أفضل من ليلة القدر ليلة القدر عظيمة هي خير ليلة في السنة هي خير من ألف شهر قال لهم نعم هناك ليلة أفضل عند الله من ليلة القدر قالوا ما هي يا رسول الله قال حارس حرص في أرض خوف لعله أن لا يرجع إلى أهله إنسان في وحد الأرض ليفى خطر محدق وهو يبيت يحرص في سبيل الله وقد يتعرض للأذى هذه الليلة بالنسبة إليه هي أعظم عند الله تعالى في الأجر والثواب من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر فطوبى للحراس وطوبى للجنود وطوبى للمجاهدين وطوبى لكل من يضحي بنفسه من أجل أن يعيش الناس الآخرون بسلام مثل الشمعة يحرق نفسه ليضيء للآخرين ومثل النحلة تعطي العسل لتسعد الآخرين العين الثالثة هي العين التي غضت عن محارم الله إنسان يعيش في مكان مختلط في رجال ونساء ثم في نساء ربما يعجبهن حصنهن ومظهرهن ويتزين أو العكس أو العكس مرأة في موضع فيه رجال وهؤلاء الرجال عندهم أيضا جمالية وعندهم إغراء فما العمل هنا؟ العمل هو أن الإنسان عليه أن يغض بصره عن محارم الله ربنا عز وجل وجه الخطاب للمؤمنين فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ثم وجه نفس الخطاب للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فالنهي عن غض البصر هو موجه للرجال والنساء وهو عند الرجال آكاد لأن الرجل ضعيف في قلبه كلما لم يغض بصره إلا وانتقلت الرغبة والشهوة إلى قلبه ثم صار عقله يسعى لترجمتها في الواقع الذي أكرمه الله بهذه النعمة نعمة غض البصر فربنا عز وجل يعطيه كرمات أول كرامة أنه يعطيه أجر وثواب كبير على أنه انتصر على نفسه أن تنتصر على نفسك على رغبتك ثم يخلص الله تعالى قلبك من أسر الشهوة الشهوة المسيطرة علينا تتخلص منها أعظم شهوتين يحكمان الإنسان شهوة البطن وشهوة الفرج إذا مكنك الله وخلصك منهما تصير كأنك ملاك فوق الأرض ثم يخلصك الله تعالى من وسوسة إبليس لأن الذي لا يغض بصره يتسلط عليه إبليس ويصير يوسوس له بكل سهولة ومن يغض بصره الله تعالى ينور قلبه وبصره وبصيرته بالحكمة يعطيه الله الحكمة فغض البصر عن محارم الله يورتك حكمة تجدها في قلبك وتجري على لسانك هناك أناس لا يتكلمون إلا بالخير معنى أن لسانهم طاهر بذكر الله وإذا وقعوا في ثاحشة سرعان ما يندمون ويستغفرون ويتوبون ويعودون إلى ربهم فغض البصر يورط حلاوة الإيمان هناك من لا يشعر بحلاوة الإيمان يقول لك أنا لا أشعر بشيء من هذا وهذا السبب ربما أنه لا يغض بصره أما الذي عنده غض البصر فإنه كلما سمع شيئا من القرآن أو شيئا من السنة المطهرة إلا يشعر بحلاوة أحلى من العسل في صدره لأن هذه المسألة ليست باليسيرة هي صعبة أن الإنسان قد ينظر إلى مرأة حسنة أو المرأة تنظر إلى رجل حسن فيقع الرغبة إبليس قال صلى الله عليه وسلم بأن هذا فيه أثر من سهام إبليس وقيل بأن النظر إلى محاسن المرأة سهم من سهام إبليس مسموم فمن غض بصره مخافة الله تعالى أعقبه الله بذلك عبادة وحلاوة يجده في قلبه وهذا يكفي أنه من أسباب دخول الجنة لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبشرنا بدخول الجنة سألوه يا رسول الله هل من ضمانات كي أكون من أهل الجنة لنا دائما الصحابة يعلمون أنه مراجعون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي كلنا سوف نرجع ولكن ما هي الضمانات قال صلى الله عليه وسلم أكفلوا لي ستا أكفر لكم الجنة ست أشياء أكفلوها لي أكفر لكم الجنة قالوا ما يرسل الله قال إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا وعد فلا يخلف وإذا اتمن فلا يخون وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم رحمكم الله هذا كلام للرسول محمد صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يخلق لنا مجتمع الفضيلة مجتمع النظافة مجتمع القيم الحق ليس القيم المزورة قيم حق إذا حدث أحدكم فلا يكذب المؤمن لا يكذب يقول صدق وإذا وعد فلا يخلف المؤمن من صفاته أنه يحرس على أنه يوفي بالعهود ثم إنه إذا وضعت أمان في يده فإنه لا يخونها بل يؤديها إذا من اعتمنه وإذا أتمن فلا يخن ثم أمر النبي الكريم فقال غضوا أبصاركم غضوا البصر لأن الحياة فيها ملاهي فيها الشهوات فيها ملدات فيها إغراقات فيها بريقة إذا غضت بصرك فأنت في حماية كاملة واحفظوا فروجكم لأن الإنسان إذا لم يغض بصره سينتقل التأثير مباشرة إلى الفرج سوف يحاول أن يقضي حاجته ورغبته واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم المؤمنون لا يؤذي بعضهم بعضا المؤمن يده لا يستعمل إلا في الخير إلا في العطاء والإصلاح ولا يستعملها في الظلم ولا في العدوان هذه الوصية الدهبية التي أوصى بها خير البري سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء الذين قال فيهم الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم ثلاث أعين لا تمسها النار أبدا يوم القيامة عين بكت من خشية الله وعين حرست في سبيل الله وعين غضت عن محارم الله اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك يسعدنا دوما أن نستقبل مكالماتكم ويبدو هناك مكالمات كثيرة نبدأها من أين من تزنيت معنا للا مريم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حفظك الله ورعاك ابنتي يا مرحبا وعني كريبا بيشاد دعي معي الله يسهل عليك يا ربي يا ربي دي ما كانت سعليكم كورو مهم ما زال مسهل في الله من الحمد لله رزق الله كبير من علم أن رزقه ولن يأخذها غيره سيطمئنه قلبه أكيد هذا ما كان عنك رأيضا الله يزيك بالخير الله يحفظك ابنتي الله يحفظك للا مريم جزاك الله ألف خير ابنتي الله يصلح الشباب ديالك بارك الله فيك واخر ابنتي ان شاء الله ندعو ديال الخير بإذن الله نطلبون شاء الله تعالى في هذا اليوم المبارك السعيد يوم الجمعة أسأل الله تعالى بنتي مريم الله يحفظك بالسبع المثاني وبالقرآن العظيم وينبتك نبة حسنة ويجعلك صالحة مصلحة طيبة مباركة والرزق هو عند الرزاقي إذا أعطاك أدهشك أسأل الله تعالى أن يلهمك مفاتيح الرزق ويعطيك البركة والتيسير والتوفيق في كل أمورك وجميع الناس اللي قالوا أمين أسأل الله تعالى أن يعطيهم مثل ذلك وزيادة قولوا معنا جميعا أمين 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 يا ربي يا كريم نتحول إلى أكذير معنا للا خديجة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيديرا أميرة بسألك الحمد لله بنتي بارك الله فيك وأنتي بخير أوش من بروقا جزاك الله الفخير الله يطول عمرك شرف لي نحضر معك أني صحنا بزيز شرف لنا بنتي بارك الله فيك كم شكرا هذه الإلهة بثاف حيك الله حيك الله وبيك يا ربي يا ربي يا ربي يا كريم يا ربي يا رحمن لا إله توفيت الأم مشاهدة عند الله تعالى لا إله إلا الله إن لله وإن إليه راجعون يا ربي بنتي شكرا لك بنتي شكرا لك حافظك الله البنتي خديجة وحنا الحمد لله نستبشر خيرا بهذا المكالمات بنيتنا من أهل المغرب شابات في مقتبل عمر والحمد لله هذا يشهد بأن بناتنا في المغرب أرى فيهم الصالحات القانتات الذاكرات المؤمنات الطيبات يعني بش هذه المكالمات تأتي بطيا الناس اللي كيدلوا الصنداج اللي كيدلوا واحد لإحصاء حول نمط تفكير عند المغاربة والسلوك ديالهم وكي عبروا الهوية والمرجعية أرى ممكن يستفدوا من هذه المكالمات يعرفوا ما هي طبيعة المجتمع المغربي وغادي يتأكدوا بأن المجتمع المغربي الهوية دياله هي الإسلام وهي القيم الأخلاقية وهي المرجعية الربانية لهذا إذا كانت إصلاح أو تعديل للقوانين أو رؤية استراتيجية مستقبلية لا ينبغي أن يغفلوا بأن البنية الأساسية للمجتمع المغربي هي نظام أخلاقي تربوي إيماني رباني وأي تعديل آخر يصادم هذه التوابط فهو فهو غير مقبول وهو مردود على أصحابه فالبنتي خديجة أسأل الله تعالى الوالدة الله يرحمها الله يوسع لها الرحمات اللهم تعالى يسكنها فسيح الجنات ويجعل في آل عليين مع نساء النبي المصطفى في الفردوس الأعلى والوالد الله يشافه رأى صعيب الرجول لما يفقد زوجته رأى يشعر باليتم ما زال المرأة إلى فقدة الزوج ديالها كتترمل وكتشعر بأنها أرملة ولكن الرجول إذا فقد زوجته كيشعر باليتم التاني كاليتم ديالأبوين وليوتم ديالزوجة رأى ما يعرف ما يقدمه لأخر إلا إلى كرم الله تعالى بشبانات صالحات كيحاولوا ما أمكن إم الأعليه الفراغ ويعتنوا به فانطلب الله تعالى لوالد ذلك الله كله ولي ونصير والله يردع لكم أنتم ما بنتيتها الله فيه وحاولوا ما أمكن أنكم تخذوا بخطيره وأنقل هذا الشريف املأ واقتك بالصلاوات الخمس خليك دائما في الصلاوات الخمس لا تصليها في البيت صليها في المسجد الدغاب والإياب رياضة رياضة مهمة لأن الإنسان في هذا السن ملكة المتزوجة وكيبدو يشعر بأنه وحيد يتسرب إليه شيء من اليأس أو الملل وهناك ضد دهر لي أمراض هناك هنا ربي عز وجل لماذا أمرنا بالصلاوات الخمس في المساجد لأنه أحسن رياضة معيوض من البعض مرض الإنسان ويدري الترويض الطبي والدهر في بعض الأمراض بحل باكينسون أو غيرها غد يكون في نهجات تامة إذا حافظ على الصلاوات الخمس ذهابا وإيابا كمشي واحد ميتين تثمية مترو للمسجد ويعود يرجع خمس مرات في اليوم ثم عند الصلاة يركع ويسجد ثم يطلق مع الناس المصلين ويعمروا المساجد هنا غد يكون بأنه ملاء وقت فراغه وحافظ على صحته وإيمانه ولن يتسرب اليأس إلى قلبه وغد يرجع الدار فرحان سعيد ودائما غد رحم على المرحومة حتى نلحقوا بها جميعا احنا كنا غادين كل شي غادي واحد ست سؤاله قال لي كم عمرك قال لي ستون سنة قال لي ستون سنة وأنت تسير إلى الله أو شكت أن تصل كلنا نسير إلى الله أو شكنا أن نصل نطلب الله تعالى ما بقي من العمر يتم في طاعته وفي مرضته إنه سميع قريب مجيب نتحول إلى إقليم سيد سليمان مع نالة لرقية السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أنا فرحانة بزاف حيث تشد ديال خط كان الحلم ديالي اللي نهدر معاك الله يكبر بك للا الله يعلي الدرجة ديالك الشريفة راك عزيز عليا وعلى واحد الأخت ديالي بزاف عرفتي شحال تتحاول تهدر معاك مسكينة ومع مرامش بزاف الخط الله يفتح لأبواب الجنة وأبواب تسير شكر الله لكم لو مع ديالة يا دكتور أنا مرتبك شوية مرحمة بنزي مرحمة للأرقية بغايتك تدعي لي مع الوالد مسكينة راح بصير من عويناته الله أكبر والوالدة عيانة مسكينة الله يشافيها ويعافيها وأخوتي مساكن ثلاثة بقم بلاي جواج بغايتك تدعي لي معاهم دكتور يا ربي يا ربي يا كريم وهذا أختي اللي قد ذكرك عزيز عني هاتين عندها ابناتها مسكينة جوج ما سهل كيقراه ما سهلش علم الله لا إله إلا الله سبعي معنا دكتور الله يرحمنا تعالى والدين وحد سؤال دكتور عزيز أي كن صلي صلافي وقتها وكن حسبراتي بأنني مقطع من جي لكن حين ما مقتين عاش لا إله إلا الله وكن صلي صلافي وقتها أي بحرية والذل الدين مشيتين جرين توضعهم صلي وكن حسبراتي بحلي موسلسة بحلي كنفقر بحلي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله تقبل منك البنتي لا إله إلا الله في سبيل الله على الضعفاء والمساكين وعلى العبيد ومعدك تقول وش ربي عز وجل وش تقبل مني ولا لا احتجى عنده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا زمان طويل قال لي يا أبا بكر لقد قال لي ربي اذهب عند أبي بكر وقل له إن الله تعالى عنك راضٍ عنك راضٍ على ما تقوم به من نفقات من الأموال على عتق العبيد وعتق الرقاب قال لي ربي عز وجل قال لي عني أنا حد هل سماني هل سماني بإسمي قال لي نعم قال لي يا محمد اذهب عند أبي بكر وقل له إن الله تعالى عنك راضٍ فبكى أبو بكر الصديق لما اسمع هذا البشارة في اليوم الموالي ارجع عنده قال لي وقد حدتني مرتان يا ربي عنك يا أبا بكر قال لي اشقلك هذه المرة قال لي يقول له هو أنا عنه راضٍ ولكن اسأله هو هل هو أبا بكر راضٍ عن ربه هل هو عني راضٍ أنا فكاد أبو بكر أن يغمى عليه قال لي كيف لا أرضى على ربي فنزل قوله تعالى راضي الله عنهم وراضوا عنه هذا من سيفة المؤمنين كيدي للخير ويقول أنا ما زلت مفرط كتلقى كيصل الصلاوات الخمس ودي القيام الليل ويختم القرآن كيقول وقلوبهم وجلة يقول ما زال مفرط بعكس كي اللي هو بس كي مضاعف الإيمان كيدي راشي عمل بسيط كيقول أنا أجدرت راني راني صليت أنا راني راني تصدقت أنا راني أمشيت للعمرة يعني ها عمل بسيط وكيف تاخر به لأنه كيضل بأنه كبير الله يتقبل مزيلا ولكن اللي هو في قوة الإيمان واليقين من خشية الله دائما قلبه متردد فهني قال لك نطلب الله تلقى الله يحفظ لك العائلة أجمعين الوالد الكبر أفقد البصار ربما الله بغالي الخير لأن في الحديث من أخذت منه حبيبتيه فصبر ليس له جزاء إلى الجنة يقدر الإنسان عمره كل مبصر حتى الآخر عمره عدرب بخاذ له البصار بغي يختم لي بالحسنة هذا والدعاء الطيب يقول لك اللهم رزقنا حسن الخاتمة اللي كرم الله وبغالي النجاح الفلاح الحقيقي هو يعطي حسن الخاتمة فدب الوالد ذلك عمره كله كان مبصر يشوف بخير على خير لكن لما كبر ضعف بصره ثم زال البصر إذا صبر واحتسب غير يدخل مع هد الناس لقل فيهم الله تعالى من أخذت منه حبيبتيه يعني عينيه فصبر ليس له جزاء إلا الجنة ره مبشر بالجنة طب الله تعالي شافيه ويعفيه ويحفظ الوليدة ويبرك فيها والإخوة جميعا اللهم تعالي فتح لأم أبوة ابتسير ويرفع عنهم الموانع والعكوسات نسأل الله تعالى الأخذ ذلك الفاضلة يحفظها مولانا ويسعدها ببناتها بنترقية نحن هذه الأيام مقبلين على رمضان ورمضان معروف في الصيام والقيام فيها الخير كثير ولكن لأساسي في رمضان هو الدعاء المستجب نزل في رمضان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 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 أجيبه 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 دعوة الداعي إذا دعمت نحن هذه الأيام كلها اللي يبغى الشغارات غد يقدم المطالب إلى رب العالمين ما تقدم الطالب للبشر البشر ما عنده ما يعطيك البشر غد يقول لك الميزانية مكيناش والضرفية لا تسماح والوقت غد يقول لك مجموعة المعاذير البشر لأنه ضعيف لا يكلف الله نفسا لو سعى لكن رب البشر ربي عمره ما قال لنا الميزانية مكيناش ربي قال لنا وإن من شيء إلا عندنا خزائن الله تعالى الأخذ ديالك الفاضلة يحفظها مولانا ويسعدها ببناتها بنت القياح نحن هذه الأيام مقبلين على رمضان ورمضان معروف في الصيام القيام فيها الخير كتير ولكن لأساسي في رمضان هو الدعاء المستجب نزل في رمضان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 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 أجيبه 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 دعوة الداعي إذا دعمت نحن هذه الأيام كلها اللي يبغى الشغارات غد يقدم المطالب إلى رب العالمين ما تقدم الطالب للبشر البشر ما عنده ما يحطيك البشر قد يقول لك الميزانية مكيناش والضرفية لا تسماح والوقت قد يقول لك مجموعة المعاذير البشر لأنه ضعيف لا يكلف الله نفسا لو سعى ربي أمره ما قالّ لنا الميزانية مكيناش ربي قال لنا وإن من شيء إلا عندنا خزائنُه كل شي موجود الله تعالى عنده يا عبادي لو لو أنوه كل شي موجود يا عبادي لو لو أنوه كل شي موجود الله تعالى عنده كل شي موجود الله تعالى عنده كل شيء 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 موجود الله تعالى عنده يا عبادي لو 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 لو؟ كل شيء موجود الله تعالى عنده كل شي 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 موجود الله تعالى عنده يا عبادي لو نوكنه كل شي موجود الله تعالى عنده 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 يا عبادي لو لكنه كل شي موجود الله تعالى عنده يا عبادي لو لكنه كل شي موجود الله تعالى عنده يا عبادي لو لكنه كل شي موجود الله تعالى عنده يا عبادي لو لكنه كل شي موجود الله تعالى عنده يا عبادي لو ل kalwa كل شي موجود الله تعالى عنده يا عبادي لو لكنه كل شي موجود الله تعالى عنده يا عبادي لو تلادي موظفة وكتخاف الله تعالى وكتفكر في الزكاية بانه يخاف الله. علاش? لان الانسان من طبعه يحب المال حبا جمع. وتحبون المال حبا جمع. واللي عنده تفكير في الزكاة معناه انه المال ما تمكنش من قلبه. بانتي زينب هو ان الانسان اذا امتلك قدر من المال وبلغ النصاب ومر عليه الحول وكان خالي من الديون عليه ان يخرج زكته. النصاب هو شحال? هو ثلاثة وثمانين جرام ديال الدهب اللي بغي يعرف النصاب ديال الزكاة كيمشي عند مول دهب كيقولي شحال دهب? الدهب كيطلعك ينزل مرة طالع مرة نازل. غنقول لك الدرفية شحالة الثمانية للجرام? غدي يقول لي الجرام اما خمسمية درهم او ستمية درهم اربعمية وخمسين درهم حسب الدرفية غنضربوه في ثلاثة وثمانين مرة. غدي يخرج لي الحاصل اما عشرين الف درهم او خمس وعشرين الف درهم او عشرين الف درهم حسب. هذك القدر اللي غدي يخرج لي هو النصاب ديال الزكاة. خاص هذك المال يبقى تحت الدية لمدة سانة بكاملها. انا م مخلص الكرام مخلص الضلمة مخلص الفاتورة ديال السيارات ديال المدرسات ديال كل شيء وهذاك المبلغ بحالة فائد قام محطوطة عندي ومر عليه حول بكامله يعني 12 شهر. ثم الشرط الثالث ان يكون خالي من الديون. ما يكونش نعني ديك خيدي. لعندي ديون اختي نعطي الديون اولي اصحاب بها. قبل ما نفكر في الزكاة نحيد علي الديون. ثم قالوا العلماء ويكون ملكا خاصة لك. ما عندك الشريك ثاني. كلي مشارك مع صاحبه مع الزوجة دياله مع اخوه لا. يكون ملكا خاصة لك وحدك. هاد الشروط الى توفرات انسان يخسر الزكاة ليه ججونس في المياه. خمسالاف ريال في المليون. العلماء قالوا الى كان الانسان عنده واحد مبلغ ديال المال ولكن هو مرصود لمشروع لهو اساسي وضروري. مثلا المشروع الاساسي والضروري هو السكن. السكن هو قبر الحياة. انت كاري او مكتاري او سكن مع العائلة وكتشعر بالضيق وكتفكر في سكن. سكن ليه وتتحميه في نفسك. لك انك المبلغ مرصود لهذه الغاية. فانت معفي من الزكاة معفي منه. اذا اخرجت زكاته لك الاجر ولك الثواب ولك ولك الفضل كله. اذا لم تخرج زكاته لانك انت هذا المال مرصود لهذا السكن. خصيك تدفع. وإلا تبقى متأخر مدة طويلة. فانت معفي من زكاتك لان هذا المال عنده علاقة بمشروع الاساسي. اساسي. مش غدت عندك سيارة وغدت بدل سيارة جديدة موضيل جديد. او عندك سكن مثلا في واحد البيئة معينة وما عشبكش. بغدت بدل في بيئة رقية. هذا لا. هذا لا. هذا لا. هذا لا. هذا لابد من اخلاء الزكاة. اجبالي وضروري. احنا كنت نتكلمه على الضروري. والاساسي. لان ربنا عز وجل قال فمن اذ ضر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. لا اثم عليه. اي حاجة كتمس ضروري من ضرورية الحياة. ربي عز وجل يرفع الاتم. وخيكون المظهر حرام. ولكن اصله حلل. هذه قاعدة ربانية في الشريعة. وهذه لا يفقهها. الا الفقهاء. الذين وصلوا الى درجة عالية من العلم. يقرأ علم القرآن. علم السنة. وعلم المقاصد. وعلم القواعد الفقهية. ويقرأ فقه الموازنات. وفقه الاولويات. ويقرأ روح الشريعة الاسلامية. ويثم هذه المعاني. ادفع. وإلا تبقى متأخر مدة طويلة. فانت معفي من زكاتك. لان هذا المال عنده علاقة بمشروع. وهو اساسي. مش غدت عندك سيارة. وغدت بدل سيارة جديدة. موضيل جديد. او عندك سكن مثلا. في واحد البيئة معينة. وما عشبكش. بغدت بدل في بيئة رقية. هذا لا. هذا لا. هذا لا. هذا لا. هذا لابد من اخلال الزكاة. اجبالي وضروري. احنا نتكلمه على الضروري. والاساسي. لان ربنا عز وجل. قال فمن اذ ضر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. لا اثم عليه. اي حاجة كتمس ضروري من ضرورية الحياة. ربي عز وجل. يرفع الاتم. وخيكون المظهر حرام. ولكن اصله حلل. هذه قاعدة ربانية في الشريعة. وهذه لا يفقهها. الا الفقهاء. الذين وصلوا الى درجة عالية من العلم. اللي يقرأ علم القرآن. علم الصنا. وعلم المقاصد. وعلم القواعد الفقهية. ويقرأ فقه الموازنات. وفقه الاولويات. ويقرأ روح الشريعة الاسلامية. وذهم هذه المعاني الفقهية. قالوا بان الضرورات تبيح المحضورات. ولكن قالوا بعدها. وما جاز لعضرين بطل بزواله. ثم قالوا اترها. والضرورة تقدر بقدرها. فالمقصود للذينب. إلا كان هذا السكن عندك انتيا. اللي هو ضروري في الحياة. خصيك دير ما عندك سكن. أصلا لا تملكناه. وخصيكون عندك. فهذا القدر دير المال اللي عندك. لا زكاة فيه. أما إلا كان عندك سكن آخر. موجود. بتبدل زكن خر. خاصيك خرج فيه الزكاة. واجبت عليك. ولك الأجر والثواب عند الله. حافظك الله. ورعاك الله. وأسعدك الله. ونتحول إلى مراقش مع للا زهرت. سلام عليكم. صالог عليكم. وعليكم السلام للا زهر. أه، السكرة يبير لبس عليك. الحمد لله بنتي بارك الله فيك. بارك الله وفيك. ركا نشكرك بزاف بزاف. الله يطول عمرك الشريفة. أمبرك عواشرك أمبرك عواشرك وكان شكرك بزاف. ركا نصنع فيك ليلة ومره. الله يحفظك الشريفة الله يتقبل منه ومنكم أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربي كريم إنه سميع قريب مجيب يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم سؤال واحد آخر واش الإنسان لا سر الكفن دياله محده في الحياة عنده الآجر ولديك فلس اللي بيفه برها في الكفن يديرها صادقة عند شي حد محتاج يا ربي اللي لازين بجاك جزاك الله الفخير شكرا لك الله يحفظك يا ربي وطنتا تنتمي لك إن شاء الله أنا رافعة مرئي ستو ستين سانة وما خيش وما قريب تحرف وكنت تنتمي لك ونوبة تنبحك وبيت ربي ما يغضمش علينا ونوبة تنبحك كاملة يا ربي يا كريمة الشريفة يا ربي اللي لازين بلله يحفظك ورعك فضله هذا والإنسان الإنسان حياة يوم لك ويوم عليك هو أضحك وأبكى الحياة هذه إنسان ربي خلق ساعة وساعة هذا والحياة الدنيوية هكذا كان السيد الخلق خير البرية صلى الله عليه وسلم حينما يعطي الله النعيم يشكر وحينما يبتله الله تعالى يصبر وحينما يقع في الخطيئة يستغفر حتى السيد النبي قال الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا استغفره أمنا عائشة قتله يا رسول الله علش ربي عز وجل يقول لك استغفره يكنت معصوم الخطأ اشتا هو الخطأ اللي ارتكبت يا محمد قال لها لعلي لم أشكر ربي حق شكره رأى الأولياء الصالحون والمقربون كي يعتبروا عدم شكر النعمة رأى معصية احنا كان نتنعم في ملك الله أعطينا الله السمع أعطينا البصر أعطينا الله الصحة والعافية أعطينا الله الأسرة الطيبة أعطينا الله العائلة كل يوم تنخل الوجبات في نقاتها إفطار وغداء وعشاء أعطينا الله النقل أعطينا الخيرات أعطينا الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأحباب هذه كلها نعم واشكرناها لها هذا يقولك الصالحين هذه معصية أنك لم تشكر الله حق شكره وأعظم نعمة هي نعمة الإيمان لا الله نعمة الإيمان هذه أعظم نعمة يعطيها الله لمن أحبه من خلقه فهنيئا لك للذين أب جوابنا على السؤال الأول اللي قلت دي الكفن هو ممكن تقتني كفن من الآن هذا اللي لا يستعملها الصالحون الصالحون الأولياء المقربون من عادتهم أنه يقتني كفن كدقاه كيمشي لعن السوق وكيشري الكفن دياله والحنوط وكيقول نحطه في الدار باش كل مرة نشوف فيه باش نعرف بأنه واحد نهار غادي يجي لا محالة غادي يحيدوا لي الملابس ديالي وحيدوا لي السعم وحيدوا لي المضادر وحيدوا لي كل شيء ومن البعض غير يلبسوني هذي الكفن وكيبقى كل مرة يطلع ليه علاش؟ باش يقدر يتفكر بأنه تبعه الموت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا تذكروا هذي ملدات تذكروا هذي ملدات بل كين بعض الدعاة معروفين يقوموا بالتبليغ والدعوة إلى الله كدقى من الأمور التربوية اللي يقوموا بها أنه يشتري قطعة كفن وكدرها عمامة واحتى بعد أهل الله من الداكرين والمتصوفين وغيرهم في التاريخ كدقى كدرها عمامة العمامة هي عنده الطربوش الفاسي وكدرها عنده الطاقية المراقشية وكدرها عنده العمامة الشامية ذلك الشيء الفقراس يبين القيمة للإنسان إذا كانت عمامة فاخرة معناها السيد احترموا من الأعيان إذا كان طربوش أحمر هذا من السلطات من طاقية المراقشية من أهل المال كل واحد عنده قيمة هو كدير الكفن كدير فقراس دياله باش يبقى دائم من يتذكر بأن هذا الكفن عصابة كدرها عمامة باش يبقى يتفكر بأنه يمشي عند الله تعالى بل أكثر من هذا كان بعض الصالحين كيحفر قبر وكيبقى يشوفه مرة مرة ومن أبرزهم الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما شف الدنيا تهجموا عليه ولقى الدنيا جاية احتول خليفة المسلمين ولقى الأموال كلها كدجي لعنده وشف الدنيا ولقى غرعته كثيرا فقال ماذا أفعل لمستشاره قال لي غا تبني وحد القبر في الحوشة على البيت ديالك عنده القصر ديال الخلافة بنا في الجردى بنا وحد القبر ولقى كل خميس خميس كيبات فيه ويقول يا نفس هذا هو مآلك حتى لا تختار بالدنيا لأن الإنسان يختار بالدنيا طبعا ليس دعوة إلى الزهد وإلى ترك ملدات الدنيا وطيباتها لا وهي مسألة تربوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا تذكروا هادم اللدات كلما تذكرتين إلا والله تعالى ما يخلش يتحكم فيك الدنيا ملك ما شات لكن في يدك ولكن لا تجعلها تقتحم قلبك أما قلبك يبقى في غير الله تعالى وحده لا شارك لها والدنيا شدة في الدك جات مرحبا بها مشات الله يهنيها ورب يعود محسن منها هي غادية جاية تقبل وتدبر لكن قلبك ليس فيه إلا الله تعالى فلا مانع باشتخذ واحد الكافان تطعي في الدار وتشوف فيه مرة مرة يذكرك بلقاء الله ولك صدقت بالثمان ديالة أو تاني عندك أجر وتواب كبير ينتفع به غيره لا 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 لازين تطلبوا الله تعالى هذه العائلة كلها الله يحفظهم ورعاهم وهذه ربما ساعة مباركة الناس ربما يتساءلون لاذا شهد الإخوة يتطلبوا الدعاء رمش من هذا العرب الضعيف حشا وكلا لا يطلبوهم منكم انتم أيها المستمعون انتم الحمد لله منك تقولوا آمين ندب الآن بالآلاف المؤلفة إلا قلنا آمين راكلنا الحمد لله هذه الدعوة تتصعد حتى تبلغ عينان السماء ثم تصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى ثم تسجد عند مقام الحضرة الإلهية فيباهي بها الله تعالى عباده وملائكته في السماء ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي يدعونني ولم يروني وهم بمؤمنين اشهدوا أني قد غفرت لهم أول عطاء كيعطيه الله تعالى اشهدوا أني قد غفرت لهم ثم من أحبه الله تعالى أجابه في الحال ومن أحبه أكثر أخر له الجواب إلى بعد حين ومن أكرمه الله تعالى ادخر له الجواب حتى الأخيرة عد كيعطيه الله الجبال كجبال مكة وتهامة فاللهم يا رب العالمين أختنا للذين بالله مقرحة وإجهة يا رب والجميع المستمعين والجميع المؤمنين وجميع المؤمنات اللهم يا رحمن يا رحيم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا ومعصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم يا رب العالمين نسألك باسمك الأعظم الذي سألك بأحد أجبته وإذا استعانك به أحد أعنته وإذا استرحمك به أحد ورحمته نسألك الله ما تحقق لنا الرجع وتبلغنا المقصود حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا أكرمنا بالصحة والعافية وتمام العافية واشفنا وعافنا وداونا واجمع الشملة بين العائلات والأحباب والأقارب وانزع من قلوبنا حد الشيطان اللهم افتح لنا باب الرزق الحلال الطيب وباعد بيننا وبين الحرام اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك هم المنتصرون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم الغالبون اللهم يا ربي توحد الصف والموقف للدفاع عن حوزة الإسلام والمسلمين إنك سميع مجيب واجعل آخر أنفسنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته